السلام عليكم دكتور كماني محمود طبيب عثنا المختص في أمراض وجراحة الفم بيدراريا لما تكلمون على سجل دكتوريتي في بداية فصل الصيف ألا وهو الزابسي دونتر ولا السلولة دوريجين دونتر السلولة دوريجين دونتر السلولة دونتر هو التهاب لطبقة الدهنية في الوجه وهذه تكون نتيجة لمرض سن أو لتا أو أجزع أخرى في الفم من أعراض الشائعة جدا هي تبدأ بألم كبير جدا في موضع التهاب السن والسن يكون يعني ما نقدرش مين با نلمسوه ولا نعضو عليه ولا نلمسوه مين با باللسان يكون بعد مورها يعني انتفاق في الوجه وانتفاق في الحنك انتفاق في الشافات وتكون حمرار تاني في الطبقة الجلدية قادرة ساسكون بليك بلوس وتمدلنا حمى يعني مريض يكون في شلان ويعني قادر مام يحكمل في الأشياء القضاء أسباب هناك يعني أسباب عدة أسباب السبب الأول والأكتر شيوعا هي تسوس الأسنان يعني تسوس الأسنان يكون سوسة بدات المريض ما يعالجهاش مديش تحب عصب ولا ما يعالج سنتاعه هذا العصب يتعفن وتمدلنا هذه الالتهابات السبب الثاني هو مانك ديجيان ويكون عندنا يعني انتهاب اللتها لمنع الجوش ويكون بليكي يروح لنا على سيلوليت وكين أسباب أخرى اللي هي يعني يعني بروتيتيك ولا يعني يعني جروح متعددة في الفم نتيجة بروتياز مراد دابتي أول شي ندي روح نايا هو إفو سولاجي للمالات سولاجي للمالات نحاوله دون مجرد بوسيب دوفير للا دونكوزة على نفتحو السن للمريض عذاك باش يعني أعزاكم الله يخرج هذاك القيح يخرج هذاك الخراج باش يعني للمالات تنفذ شوية يعني تنقصوا هذاك الألم الكابير جدا سيمنوف تحوا السن العلاج التاني هو المهم جدا هو يفو دوني دي زنتيبيوتيك دي زنتيبيوتيك الفو با دوني نابوت كار انتيبيوتيك يفو دوني زنتيبيوتيك اللي تكون يعني تكون إفكاس في حالة تعنا اللي هما يعني جينرال ملفامي دي دي بنيسيلين وحنا مدو يعني الكثرة للا مكسيسيلين نقدر المدو دوتر دوتر المدى الثاني لكي نخفف شيء من الألم وهنا نبهل شيء مهم جدا وهو خطأ شائع المالاد يشري واحد الدواء عند الفرماسي يروح يشري الزنتي انفلاماتوار يرفو الجامع دوني انفلاماتوار لأنه ينقص المناعة للجسم يصلاج المالاد تنظر هذه الساعة أو ساعة ونص أو لا، بالصح لا يدعي لساعة السلوليت لذلك الألم موراها يقوم بعمل أكثر والأبس يزيد يكبر الميكروب هذا يشوف المناعة على الجسم يعني نقصة يزيد يكبر السلوليت وتقدر تدفزيوله وتروح له للصدر التاعه وتروح له لمناطق الزردان النوبل في الكورة التاعه وهنا تقدر تؤدي حتى الوافت النصيحة الأولى للمد دواء هي ليجيان 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 باش مدسوش السن ولا كان يعني حقنا ونسوش السن لازم يفو كونسولتر للدونتست يفو با برانب التراتمان دين فاسان كمساشر أوتونوم أوتوماتيك نروح لعند الفارماسيان نشري الدواء ونبدأ نشربه في نبورتاكوا يعني هذي تقدر تقدر تدينا العواقب وخيمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر